مرحباً، شكراً، سيد الرئيس، شكراً للمركز الدراسية الإسلامية للقامراتية على إرسالي فرصة طيبة وعلى تجميع هذا المعهد المهمي للقييدة السياسية والفقرية أشكر المركز الدراسية الإسلامية للقامراتية وعلى تجميع هذا العمل المهم في تجميع هذا العاكد المحترم من البيئات السياسية ترعاني من الجامعة ربما من الأربعة أو الأربعة أو الخمسة لأن يتقاتل هذه التجربة التونسية والسعادات لأن هذه التجربة تحضر ومفتيات الهتمام سعوبة ثانية في الحديث في هذا الموضوع ولهم أن نشر المتدفلين في هذا اليوم دا سنة من التدفلات والمقشاك سعوبة ثانية في هذا الموضوع واسع جداً وأن الحيز الزمن المخصص له هو أيضاً يصرف الحديث في بعض الملاحظات وأن هنا يعني أيضاً من ناحية للتقديم سوى الركز على بعض المفكار التي تهم وسائل الانتقال التجربة وفعالات عمليات ما تسمي في هذا العمليات تونس الجديدة العمليات تونس الجديدة بالحقيقة من نفيذ التحديات يجب أن نفق عن اعتبار ثلاثة موضوعية أولاً أن هذا مسار وأن هذا انتقال وأنه انتقال الديمقراطي مسار يعني أنه ليس أحدث عن النقطة التاريخية يعني ليس أخبر من الديمقراطية أو من الدكتاترية ومن السيداترية المنظومة الديمقراطية هناك مسار وأنه نقول مسار يعني هناك مراحل هناك الميات، هناك قضاء، هناك التجربة، هناك حركية يجب أن ترسلات معين الاعتبار وثانياً أن هذا المسار يوم مسار الانتقالي بمعنى أن لسنا في الجديد المية في المية ولسنا في القديم أيضاً المية في المية هذه المنظومة القديمة، جزء من هذه المتواصلة نحن نستصبه وأرافق هذا القديم وفي نفس الوقت، جزء من الجديد، معنى أن يكون الجديد أو هذه المنظومة الجديد الديمقراطية التي نتجه نحوها هي ليست مستكملة وليست حاضرة بجملتها ومعنى أن المعطاة الثانية والديمقراطية بمعنى أن الدولش نحو تماثم وأن نحو بيات المجاة إذا يعني المجاة الديمقراطية المجاة الديمقراطية دون أن يكون الديمقراطية وكل مقاومات الدمقراطية المكتبية ما نشي في ديمقراطية مكتبية استبلش الدمقراطية وانش استبلش الدمقراطية معنى الدمقراطية التربيهة نحن في بناء هذه الدمقراطية ولذلك نستحضر بحكم هذه المواطنة الثانية أن عندنا نقيم الديناميكيات الحالية في الواقع التونسية بكل تنوع يعني الفرقات التالي نستحضر بأنه لا يمكن أن نقيم ما هو موجود بمقونات أو بنعيير ومحيث الأوضاع الدمقراطية الكاملة المستقرة وإيش أن نأخذ بعيد الاعتبار؟ نقيم وضعا استثنانيا ووضعا انتقاليا مساءة البروت نتعمل انتقال جيم برس هذه الحقيقة قولي أنه عندنا نسمع هنا وبدأ كثير للتقييمات عندنا تتحدث اليوم عن الوضع الأمني في دونس أو تتحدث عن الأسعار أو تتحدث عن الوضع الإنصادي أو نظر الجماعي أو وضع أفجيات وكأنها تتحدث من الأسعار إلى الأرض يعني النتجات لأن هناك ورشات كبيرة بالإصلاح في كل الأرض المعادة هذه المعنية هناك تتحدث في كل هذه المجالات وأنه لا يمكن لنا أن نحكم على هذا الوضع الأمني أو هذا الوضع الانتصادي أو هذا الوضع الاجتماعي دون الأسعار بعد الاعتبار مقتضيات هذا المساء الانتقالي أعتقد أنه في يعني في تواصل مع هذا التصور يجب أن نكون معين أيضا بأن هذا الانتقال الديكتراتي الذي يخرجنا من هذا الوضع الموجود حاليا بكل يعني المنظومة الديمقراطية التي نؤسس لها فنستخدم بأن هذا الانتقال الديمقراطي الحد بياته هو أيضا له قلفا أي أنه يضيف إلى الصعوبات ويضيف إلى التعبيات ويضيف إلى الاشترايات الموجودة في المنظومة السابقة من المنظومة السابقة التقالي المنظومة لديمقراطية بأن نعاين من الصعوبات الوضع يعني التقليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية هذا الاشتراك ويضيف إلى كل الصعوبات بها تجاهل الأوضاع يعني يجب أن نكون وعين جميع بأن المسارات الإنتقال هي بشكل آلي مسارات مصاحية يعني لا نجد بلد عمل ثورة أو صار فيه زبزاب سياسي لذا الحجر ويتحول إلى بلد مزهر اقتصادي مباشرة بعد الآن الثورة هناك تراجع طبيعي وآلي في المعطيات الاقتصادية نظراً لأن بطبيعي الحال عندما نقول التعليل في هذا الحجر نقول عدم الاستقرار نقول التخوص نقول ترحب إلى المستثمرين والمجال والمحليين وذلك التحول التي تدخلت حالاً لذلك التعليل الاختصادي وذلك إدارة الأوضاع الانتقالية هي أصعب من بدارة الأوضاع الديمقراطية لأنه الأوضاع الديمقراطية تكون الرشيء قد استخرد وهي المطبيعة الحال بنوع من الأنواع أسهل من بدارة أوضاع البكتاتوري القرار يكون مركزاً وزهلاً وهذه أيضا من المستجد أن تكون كل القرار المؤسس هو أن هذه المعطيات المرتبطة بالانتقال الديمقراطي هي مستحضرة بالشكل الكافي عندما نتداول في السياس بين المخطة السياسية والترورية عندما نتحدث عن الواقع التونسي في المستوى أجوار المخطة يعني أن هذه الاشتريات يؤخذ فيها مستوى كبير أو تأخذ مستوى كبير من التجارب السياسي من التوتر بين الفائلين السياسيين المختلفين مما يجعل أن الوفاة الضروري المطلوب ولن يجب أن يكون عالية في وراحة الانتقال الديمقراطي لتيسير هذه العملية الانتقالية هذه الطبيعة للحال ليس موجودة في الحالة التونسية بما في الأجل الفائل هناك صعوبات ناججة عن أن إدارة المرحلة الانتقالية بقيت للأسف محلها تجير بين أطراف مختلفة وكانت استغالي والعنوان من البنك السياسيين كيف تدير هذه المرحلة الانتقالية الديمقراطية حُسِمت هذه المسألة من هذه القانونية الشعرية في المجلس الواطنية تأسيسية بواقع المسطور الصغير الذي اشترط بأن تكون الحكم والحكومة تتمتع بأهللين داخل المجلس وأن تكون هذه الحكومة بحكومة تلات سياسة حكومة سياسية تعليقون بشكل أوضع في حد أن هذه الحكومة تتمتع من الأطراف التي ترفضت ذلك وبعد ذلك يوم تدافع عن الحكومة ليست حكومة تلات أو حكومة سياسية وكانت أن تكونها حكومة تكنو مقراطية أو حكومة غير محزنة برغم أن الحكومة السياسية كانت منذ اليوم الأول مفتوحة لمشاركة جميع الأحساب السياسية والكتاب المغناطيات حجل تمثيلها داخل المجلس وضيبرة المعسومة التي تدفع عن حكومة المصرحة الوطنية ونحن ترفضنا حكومة الوطنية وهناك ما استحدث عن حكومة المفاق الوطن ومن المتحدث عن الحكومة كانت التوجهة هو جمع قبلنا ولكن الحكومة لإدارة تلات المرحلة الانتقائية أعتقد أن أكثر التحدي اليوم هو أننا ندير هذه المرحلة بعقلية أخرى ليست عقلية المفاق وحكومة المصرحة وبعدها الوطنية ولكن بعقلية التجارب بين الأطرافية والمعارضة وأعتقد أن هذا العب دوراً كبيراً في تعطيل أو في طال نصف الانتقال الديمقراطيب في تأسير هذه العملية الانتقالية وأيضاً في ربما تقويل الممكانيات الانتكاس أو الممكانيات الانتكاس التي تواجه هذه العملية أعتقد إلا أن اليوم المطلوب هو اثنين مطلوب منها كالسياسيين ترحكي عن النابلة السياسية هو أن العملية السياسية تكون قادرة على أن تستمشي وتستوعب كل طرطات المجتمع وأن نحفل هذه التجارب السياسية التي أعتقد أنه ممثل تحدياً كبيراً اليوم وممثل أحد أكبر مصعوبة، وأن نفتح المفضلات في التحوارات والنقاشات ودعني أن أقول حتى التجاربات ذات الطابعة الإقتصادية والاجتماعية عندما نفتح أغلى المكانة الانتكاسية والانتكاسية والنقاشات التي تهم القضايا الاجتماعية تكيد تكون غائبة أو ضعيفة جداً في حيث أن النقاشات السياسية التي هي قشة تجاربية والصراعية هي الأكثر بخضورة بل لأنه أكثر بذلك حتى وابتدي أن نريد أن نريد أن هناك بعض الطباية ذات الطبعة الاجتماعية مثلاً ما سمعت عنه مثل قضايا الاجتماعية أو قضايا يعني ربما التي تهم العنف الاجتماعي أو العنف حتى داخل العنف الاجتماعي يستطيعين أحزاب سياسية ومثل أحزاب سياسية لذلك تجارب سياسي في مواضيع اقتصادية نفس الشيء يدعى ومثلون أحزاب في القضايا الاجتماعي وإنك أعرفت أن الشيء يجب أن نفتح كمجتمعات في هذه المرحلة المستقرية وكل الأخضائيات الأخرى وأن نترك المجتمعات التطور في كل هذه المجالات وإنه يجب التركيز يعني الجرعة الزائدة الطويلة من التسيج لكل شيء من تحت أهم الشيئيات التي تتركوا في هذه المرحلة المستقرية والنفة الثانية هي أن العملية السياسية تكونوا قادرة على تقديم الجلون وتكونوا قادرة على الاستعادة تكونوا قادرة على أن تجمع وأن تسمع في البيان معادلات اجتماعية ومجتمعية جديدة وتشمع في كل شروط النجاح في تونس عن الجديدة وسأكون ربما بكل السراعات ومجتمعية المضوعة في تونس التي نتواجه إليها أعتقدت هنا منهم تأكد هنا الخديث قادمة على ثلاثة ثلاثة سراعات ثلاثة سراعات حساسية هذه قائمة معادلة كاملة قائمة على التنافض والتعارض التعارض والتنافض بين الدولة والمجتمع في فضاء الدولة أو حول فضاء الدولة هناك تنافض وتعارض وتصارع وتنافض بين القوى المعادرة والسلطة وهناك فضاء المجتمع وفضاء المجتمع بشكل واسع والتي أيضا مقارب على ما تدفق بين قوى المحاصلة وهو الانتلاف والدهوية المجتمعية وهو التي ترى أو تدفع إلى التحديث أو تدفع إلى الفجرائية ومعادة المجتمعية وليسا فورسفو وليسا فضاء المعادرة الأساسي على الأمر أن التحديث الذي عميز اليوم في هذا المصاري عندما نضع البسطور وعندما نضع كل أيضا الشروط المختلفة التي سنضعها في مختلفة ربما المخصوص والقطاع القانون المؤسسي هو أولا التحدي الأول هو أن نخرج من هذا الصراع الذي كانت الدولة والمجتمع الدولة دخلت في تونس بعد الأسرق كما نقول في صراع في المتجاهين الصراع مع الحريين أردت أن تحتكم حريات التونسيين وأن تواطفهم وأن تجعل التونسي هو في خدم المشروع في الدولة نجح أن يكون مشروع عجيب أو أو زي يعني المجتمع تشترك ولكن البنكجية قائمة على سبار أستحضرون بمقال لرئيس الحرب لا أجردوشي في جهة الفجر الصغيرة بوكفة عن الإنسان في الجرية كان يكون الانتحال الشعب الدولة إلى دول الشعب يعني أن يكون الشعب هو ملك الدولة هي التي تتحرك وهي التي تمنور كيف يفكر وكيف يتحرر بالنجاح الفقافي والتربية والاجتماعي والسياسي والانتصالي أن يكون كل شيء بديد من الدولة إلى أن يتحضر المجتمع وملكات ومقدرات المجتمع أن تتحضر من الدولة وأن يصبح فضاء الدولة فضاء المواضحاً وليكن فضاء المجتمع يتحرك ويكون الدولة فقط توفير المشروع والمجتمعية يعني تقوم المجتمع محضرة أطلوة يبلغ رغم ما أعلى درجات التنمية المجتمعية حيث أن هذا النقوة السلسة أيضاً في الشعارة الديهوية المجتمع أي أن الدولة أراد أن تباور تصوغ هوية المجتمع وفترية وعاقية للناس حسبها غربياية فأريان الأول لهذا التحول اللي يوجد فيه هو أن يكون الدولة أن نحرر المجتمع بالقضر بالدولة وأن نحصل من هذا الصراع إلى الدولة والمجتمع النقطة في التهم بالفضاء الدولة والفضاء السياسي هو أن نزل سعيد من هذه العقلية أو من هذا الصراع الذي بين المعارضة والحكم المعارضة قبل التفور كانت المعارضة الاحتجاجية معارضة معارضة وذلك كل هذه المعارضة كانت المقاومة اليوم التحدي هو المنطرف ومن هذه الوضعين والمتحدث من هذا الوضع أن نتحدث من فتاحة المقاومة إلى فتاحة التنفس ليس هناك مقاومة ليس هناك التدور أن نقومه هناك دولات ديمقراطية تبني مقاومات ديمقراطية المطلوب أن نتخول إلى علاقة الدنيا المؤسف أن كثير من الأطراف اليوم الاجتماعية والسياسية خاصة في الأقصى الأطراف اليمين واليساء تتحامل مع دولة المنطقة المقاومة عندما نسمع شعارات وآخر وتصميحات حضرة بعض الأحزاب الأيام الأخيرة سوف نسقط النظار وسوف نعمل على إسطاط الحكومة في الشارع هذه الحكومة التي نزلت مطقت عندها بعض أيام هناك من نبشرها بالسقوط والسقوط الرشاع يعني الناس ما زالت يجع في أن تقاوم وكأنها لن تصحب دولة اليوم كمعاربة ليس دولةها أن تقاوم وتهاشى وتصارع وكأنها تهاشى بالنزول ولكن دولة أن تطنيع الناس برعيشة في الاستخابات القائمة وأن تقدم الاحتراع وأن تكون قوة الاحتراع فيما يخص يعني تسير عند الأمليات في هذه الأمورة أتخلص من هذه الفقافة فقافة المنطاومة وأن تحول الفقافة المنافسة وأخذ بالفضاء الأخير وهو فضاء الاجتماعي في هذا المجتمع حين مزلنا عين المحكمين لعقيد الأصراع بين أطراف يعني اجتماعية من هذا الاتجاه فمعناها للأسف بعد الحد الذي حدث تونس اكتيار الشهيد المناظر السياسي شكري بالعيد انفتح يعني مجد من الخطاب الكارية وخطاب الحق وخطاب الاستقصار لأنه سنعملات العهد في الفرق والذي ذكرنا أيضا في الأمناة هناك خطاب الاستقصارية العهد من خطاب نفس الله موجود في أكثر إيزار وهو موجود أيضا في أحصى الهنين مع الاشتراف التي نعرفه أيضا مع انواع من السلافية الجهدية ونوعد تشجل الغروء التطرف الديني أدل أن اليوم سيمر أن يصل إلى محل عنصر السياسي والوسيد الآخر فقط للتحزيلات في الرأي والتحزيلات في النظر والنظر والتحزيلات وهو أن التقبلة من ثقافة الاستقصار إلى ثقافة الاستقصار ثقافة نفس الآخر إلى ثقافة التعايش وثقافة التعود الآخر وتقافة عدد أن كل المجتمعات التقليلات هي منقسمة بين النظرين إلى تلعارة محافظة الاجتماعية ومن ثقافة ومن ثقافة ومن ثقافة ومن ثقافة ومن ثقافة وعلى العلم والتعايير الأخرى هي أن تكون أكثر مدرائية أعتقد أن هذه تلعارة الآخر بين الدولة والمجتمع نصر الشرياط الصناعة الأبت لذلك فضى بين المعارضة والحكم ونجدنا فضاء المجتمع أن نفرز بين الآخر على السياسة الفرس الجنوشي والنقبة لذلك تعايش في الجنوش بين مستلعات المجتمع وأن يكون المساعدة أطراض التجمعي تكون لهم القدرة التوليفية القدرة التجمعية القدرة على أن نبني مجتمع في نفس الوقت متنوع وفي نفس الوقت لهم مقومات وفي نفس الوقت نحن وطنية أولا مشروع وطني تجاه هذا من المفرح إليك وعذرا على المفتاح اشتركوا في القناة